موسيقى موسيقى أحمد الله القائل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن صدق الله العظيم أسعد الله أيامكم وتقبل الله شهركم وجزاكم الله كل خير ونشكركم على هذه المتابعة لهذا البرنامج وأمثاله من البرامج القيمة النافعة وفي مدارستنا لهذه الآية الكريمة أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أقول بأن مدارستنا لهذه الآية هي فضيلة من فضائل شهر رمضان والمسلم كما يتلو هذه الآية الكريمة لابد أن يدرسها وأن يتدبرها بناء على قوله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وهذه الآية الكريمة في هذا البرنامج في مدارسة القرآن في رمضان بإضاءتين ثنتين الإضاءة الأولى تتعلق بمعنى هذه الآية وهي بمعنى جواز الجماع والاتصال الجنسي بين الزوجين في ليل رمضان أحل لكم ليلة الصيام الرفث يعني أحل لكم الرفث الرفث هو الجماع ومقدماته أحل لكم هذا الجماع وهذا الاتصال الجنسي الزوجي أحل لكم متى ليلة الصيام أي في الليل من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر هذا هو الزمن الليلي الرمضاني فالآية إذن أباحت وأحلت هذا الاتصال بين الزوجين وهذا أمر واضح ومعروف والمعنى الآخر لهذه الآية وهو معنى فقهي فرعي بناء على قاعدة أصولية تكلم بها الأصوليون قديما ويتكلم بها العلماء حديثا وهي من أصبح جنوبا بعد الفجر من أصبح جنوبا بموجب اتصال جنسي في الليل فما حكمه وهل يصح صومه أم لا يصح صومه وهذه المسألة تدرس كما قلت لكم في أصول الفقه وفيها فروع فقهية كثيرة بمعنى فيها تفصيل فقهي ومجموع هذا التفصيل الفقهي أن الإنسان إذا أصبح جنوبا بعد الفجر هو إذا أصبح يعني بعد الفجر فصومه صحيح وعليه أن يغتسل للصلاة فالغسل هو شرط الصلاة وليس شرط الصيام بالنسبة إلى الرجل من الجماع وبالنسبة إلى المرأة فيما يتعلق بالجماع أما الطهارة الطهارة بالنسبة إلى المرأة فهي الطهارة من الحيذ والنفاس أما الطهارة من الجماع من الاتصال الجنسي فهي شرط صحة للصلاة من الرجل والمرأة أما الصوم فليس هناك شرط أن يكون طاهرا وإنما فيه شروط أخرى تتعلق بالنية وتتعلق بالإمساك وهذا الذي أصبح جنوبا وهذا الذي يسأل عن هذا السؤال عليه أن يغتسل لصلاته وعليها كذلك على المرأة أن تغتسل لصلاتها وصومها أو صومه في حالة الجنابة بعد الفجر صوم صحيح كما قلنا وكما نؤكد لذلك هذه الآية الكريمة أشارت إلى أن الإنسان قد يصبح جنوبا بعد اتصال بين الزوجين فإذا أصبح جنوبا فليس عليه غسل لصومه وإنما عليه الغسل فقط لصلاته هذا مفهوم بإشارة من هذه الآية وتفاصيل ذلك واردة في الكتب يمكن الرجوع إليها لمزيد التفصيل والتبين هذا بالنسبة إلى معنى الآية في علاقتها بالصوم لمن أصبح جنوبا وفي علاقتها بجواز الجماع في الليل بين الزوجين ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر ثم جاء في الآية الكريمة قول ربنا سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة صيام الرفض إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم وهو إشارة إلى العلاقة الزوجية التي ذكر فيها عبارة اللباس واللباس هو ما يضعه الإنسان على جسده ما يتجمل به ويتحل به وهو موضع الستر وموضع الجمال وموضع التوقي من الحر والقر وهو موضع الأنس والالتصاق وغير ذلك من معاني اللباس فالعلاقة الزوجية إذن علاقة بهذه المعاني وغيرها من المعاني الجميلة الفاضلة القيمة كمعنى أن الزوجة لزوجته إنما هما كاللباس من جهة الالتصاق من جهة الجمال من جهة الستر من جهة الحياء من جهة كل ما يتعلق بفوائد اللباس وحكمه واللباس كذلك شدة الارتباط وشدة التداخل وكذلك شدة المودة والرحمة كما جاء ذلك في نصوص كثيرة وأيضا هذا التعبير أيضا هو تعبير جمالي تحسيني وهو من التعبيرات الراقية والذائقة في قرآننا الكريم كما جرى ذلك على ألسنة العرب في لغة العرب وهذا من الكناية كما يقال ومن الاستعارة ومن المجاز الذي هو مقرر في لغتنا العربية التي بها نزل القرآن الكريم فهذا إذن بالنسبة إلى معنى هذه الآية الكريمة في مدارسة يسيرة وأرجو من القراء الكرام رجالا ونساء أن يتدبر هذه الآية عندما تقرأ وتتلى تدبرا بمستوى ما عليه هؤلاء من الإمكانية العقلية والثقافية والعلمية في استعاب هذه الآية وفي معرفة أسرارها وأحكامها أما الإضاءة الثانية فهي إضاءة نوعية بمدارسة معتبرة في رمضان وفي شهر هذا الرمضان شهر القرآن وهي إضاءة يمكن أن نسميها بتقرير الخصوصية الزوجية وبتقرير الحق الزوجي وبتقرير الفطرة الزوجية سبحان الله تملت في هذه الآية فوجدتها هي في سورة البقرة وهي في مجموع الآيات القرآنية التي تحدثت عن الصيام ورمضان والفدية والسفر والمرض وهو المقطع القرآني الذي ابتدأ بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى آخر الآيات أياما معدودات إلى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى ولتكمن العدة إلى وإذا سألك عبادي عني إلى هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أنتم لباس هن لباس لكم وأنتم لباس لهن فهذه الآية التي جاءت في حديث عن العلاقة الخاصة بين الزوجين وجاءت في قلب رمضان وفي وسط أحكام رمضان مع الإيمان والتقوى ووجوب الصيام والفدية والسفر والمرض والدعاء والاعتكاف ونزول القرآن مع هذه الأحكام كلها جاءت هذه الآية ببعد آخر ينضاف إلى الأبعاد المذكورة وبحكم شرعيا معتبر ينضاف إلى الأحكام الشرعية وهو حق الزوجية في ليل رمضان بحسب ما هو ممكن وبحسب ما هو مأذون فيه المهم أنه حق وأنه فطرة وأنه مباح ولا يتعرض هذا البتة مع طبيعة هذا الصيام وقدسيته وأحكامه الكثيرة المعتبرة فهذا إقرار لمبدأ الخصوصية وإقرار لحق الزوجين ولفطرة الزوجين ولأمر أذن الله عز وجل فيه في ليل رمضان وهذا من الخصوصية كما قلت لكم وهذا من الشمول الديني ومن السعة الإسلامية ومن الفسحة الشرعية التي أقرت هذا البعد وأقرت هذه الفطرة وهناك أيضا في آية أخرى وبإشارة أخرى قوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد فأيضا فيه إقرار لهذه الفطرة الزوجية ولكن بقيد آخر وهو أن يكون هذا الاتصال في الليل أولا وأن لا يكون الزوج أو الزوجان في هيئة اعتكاف في عمل اعتكاف لأن الاعتكاف هو ملازمة للمسجد من أجل التعبد ومن شروط هذا الاعتكاف هو عدم الجماع أو من آدابه ومن شروطه ومقتضياته ولذلك لا يجوز للإنسان المعتكف أن يتصل بزوجته أثناء الاعتكاف وهو الذي أشارت إليه الآية الكريمة ولا تباشرهن والمباشرة هنا إشارة إلى الجماع وهذا أيضا من التعبير المجازي ومن التكنية والإشارة ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد فهذه إذن الآيتان الثنتان الآية الأولى أحل لكم ليلة الصيام الرفث والجزء الجزء الآخر من الآية في الحقيقة هي آية واحدة ولكن جزء منها ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد الجزء الأول أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم والجزء الثاني ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد هذان الجزئان يقرران مبدأ الفطرة الإنسانية والعلاقة الزوجية بشرط الليل وبشرط عدم الاعتكاف وبشروط أخرى تعود إلى هذا الحكم الشرعي بحسب ما يرد في كلام العلماء المهم أن هذا البعد أقره الإسلام مع أبعاد أخرى وهذا البعد لا يتعارض مع الأبعاد الأخرى وإذا رأى الزوجان خلاف ذلك فهذا أيضا من حقهما لكسب فضل رمضان وإعطاء أولوية لما يتعلق بهذا الزمان من جهة فضله وبركته ومن جهة اغتنام نفحاته وخيراته وإشراقاته فلهم ذلك وقد يكون هذا الأولى والأحرى لتعلقه بفضل زمان هو زمان رمضان ولعل هذا الفضل إذا فات فات لا إلى بدل ولذلك يعمل المسلم على أن يتدارك وأن يدرك هذا الفضل بأعمه وبأغلبه وبأولوياته ظنا بالله سبحانه وتعالى بأن يعطيه الجزاء الأوفى وحسن ظن بوعد الله عز وجل الذي وعد عباده بأن يغفر ذنوبهم في هذا الشهر وأن يرفع مقامهم وأن يعتق رقابهم من النار بهذا ننهي هذه الحلقة المتعلقة بهذه المدارسة اليسيرة الخفيفة لهذه الآية الكريمة دعوتي ورجائي أن نتلو القرآن بتدبر ودراسة وتمعن وتفهم وفق قوله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وبموجب قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا صدق الله العظيم شكرا على حسن المتابعة أسأل الله لي ولكم الرحمة والمغفرة إنه سميع مجيب وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة